برحب فيكم عبر صوت لبنان وعبر الموقع الالكتروني vdl.me والأبليكيشن والفيسبوك بيج Voice of Lebanon 100.5 FM وكمان عبر صفحة إنما على فيسبوك مثل كل أربعة بهالوقت منطلع عليكم أنا وزميلي ميشيل الجيم من خلال برنامجنا الفني السقافي إنما من صوت لبنان بحلقتنا الثالثة ضيفتنا هني الفنانة يولا خليفة الممثلة والكوليغراف سورية خوري بغدادي ومصممة واستاذة الرأس الدكتورة نادرة عصاف بحلقتنا كمان رح نحكي عن ودي عصافة جون كوكتو وأرسون ويلس رح نبدأ مع ميشيل وفقارة مسرح ضيفتنا الثلاثة رح يجتمعوا اعتبارا من مساء بكرة ولأربع ليالي متتالية بمسرح منوه ليقدموا عرض تعبيري شاعري راقص بعنوان صوتي من إخراج شادي الزين هالعمال سبق وانعرض للمرة الأولى بشهر أدار عام 2017 وحبيت أقرأ بعض يلي كتبته الصحافة اللبنانية عن صوتي بوقتها بالأخبار كتبت زينب حاوي كمن يرمي صنارة في البحر فتصل إلى فم السمكة وبعدها تترك الصنارة وتبقى السمكة في البحر هكذا جاءت العروض الثلاثة لصوتي عروض ثلاثة فقط قدمتها البطلات الثلاث نادر عصاف ثري بغدادي ويولا خليفة لم تشبع المشاهد بالتأكيد وكل من يرغب في المشاهدة بموقع الميادين كتب محمد حجيزي عرض صوتي مفاجأة مسرحية بكل ما للكلمة من معنى ثلاث نساء في منتصف العمر يتحدينا الزمن ويخطبنا المجتمع ويتمهين مع عبء السنين على أكتافهن ويمارسنا أنوثة راقية فيها إمرأة مختلفة تقول عيشوا مع جانب آخر من نون النسوة لأن ما تعرفونه عن المرأة قليل جدا إذا أما يثبته هذا المخلوق الجميل من أنوثة فوق سن الخمسين يولا خليفة بداية ليش حبيته تعيده عرض صوتي بعد سنتين ونص على عرضه الأول وهل في أي تغييرات بالعرض الجديد؟ الحقيقة هو بعد سنة ونص مش سنتين ونص نعم أكيد حبينا نرجع نعيده لأن ما شبعنا منه يعني كان بس ثلاث ليالي ما تسنى لكتير ناس يجوا يحضروا ونحنا حسينا حالنا أنه بدنا بعد نلعب لأنه الفكرة كتير يعني فيها احتمالات على تجدد دائم فهالمرة عم نعيدها بس مع شوية تنقيح مع شوية أكيد تغييرات وحافظين على جوهر القصة على جوهر الموضوع وإنما كمان في خبرة السنة ونص في نحنا نضجنا أكتر شوي فهيكي هاته نعم نعم نادرة بصوتي في مشاهد متلاحقة بس مش مترابطة بتترك للمتلقي أنه يفهم الكوريغرافية يلي بتختصر حياة المرأة وكيينة وأنوستها من الطفولة للمراهقة والحب والارتباط والطلاء والإنجاب ليش اخترتوا هالأسلوب لتقديم هالعمل؟ هلا بتخيل أول شي طريقة اللي بلشنا لأنو سيدييات يولا والأغاني والأشعار اللي هي عم بتقديهم كانت أول شغلة اللي خلتنا نبلش وأنا وسوريا عم نشتغل ككوريغرافية على تشسيد هايدي الفكرة سوما لنا عمل جسدي بس مشان هيك يعني إذا فهمت سؤالك مصبوط ليش عنا هالمراحب سيدي الموجودين على المسرح حلق ليش السينز بالذات هودي نحنا إشية ما باينا فيها يعني حياتنا بتخيل عشتوا سوريا عارتكن بضم الرأس الشرقي والرأس الغربي المعاصر والشعر والغناء بالإضافة لخواتر شخصية خاصة كتبتها كل واحدة منكن بالعربي الإنجليزي والفرنسية هالخلطة مميزة بالفعل إنما ما خفتوا إنو تخلي الجمهور شوي ضيع؟ حلو الضياح أنا بحب الأعمال اللي بتخلي مثل أوقات ثلاث نقط يعني المشاهد مجبور يجيب شي من عنده تعي يفسر إنو ما يكون كل شي مفسر وكل شي يعني مشتر واضح ومباسر كي بقول هيك واحد بيلمح للشغلة والمشاهد بيكمل الجملة مقصودة يعني مقصودة ومثل ما قلت وسؤال المواجهة لنادرة أنو في دي انتروبتون هيك مثل أطعم أطعم مش عمل أنو الكوريغرافي منفرد هيدا أو الحاكي منفرد العمل بيرفلت بيعكوس نحن واختلافاتنا وطعمة كل واحدة طعمة كل واحدة عنده طعمة يقول خليفة بيرافق بعض المشهديات بصوتي الموسيقي رامي مرسال خليفة بعزف حي على قلة لبيانو أولا هل كان ضروري بالنسبة لألك كأم أنو يشترك ابنك بهالعمل تحديدا؟ وقداش شكل وجود رامي كرجل على الخشبة إلى جانب الرقيسين الشباب إضافة لرسالة صوته؟ كمان استطراضا هل عن جد رسالة هالعمل بتوصل للرجل إذا راح حضره؟ أول شيء يعني هو دايما صعب إنه الأم على قطب يعني بس نحن بالعائلة تعودنا يعني من زمان لهلأ عايشين بهالالتحام يلي هو بين الفن والحياة والتجاذب والمنبعد ومنقرب فهلأ حضور رامي معنا بصوتي أنا بعتبره مش بس كأم بعتبره كأنا وجودة بهال العمل يلي هو عمل جماعي إنه رامي كتير بيعطي إضافة للعمل لأنه أولا بحط من روحه كمان الموسيقية الشبابية يلي هو فيها هالشغف وهال وبذات الوقت من ضمن تركيبة العمل يعني هو فات بالنسيج طبع العمل فأكيد هي نوع من غناء غنى يضاف للغناء هو كمان معلش أنا بدي قطعك ديقة بس هو كمان شاب ربي على يد أمرأة بقوة معينة لإدرة تتوجه الفن بعيلتها وبتخيل هالسنسبلتي طبعيته هو اللي بيجيبها مبيني نعم يعني هو أنا أصدق أنه تحديدا بهذا العمل يلي عم بيحكي عن تجارب نسائية خاصة بكل واحدة منكم طبعا مشان هيك قصدي لأنه هو عاشا متشبع نعم يعني لو كان موسيقى تاني غير رامي لو فترضي ارتباطاته المهنية لرامي ما كان سمحت له هل بتعتقد كان عطى نفس الوقع أنه وجود موسيقى تاني لا لا وبعدها مش معناه بس أنه العمل بس استدراضا للسؤال أنه بنسبة للرجل أكيد الرجل بهمه يعني بس يجيب على القليلة بيطرح أسئلة أنه شو وين موقع هو بالنسبة لهالشي بيفهم يمكن أكتر نفسية المرأة وشو كيف هي هالتركيبة يلي هلا هو مش ناطرة يجي على المسرح تيعرف هي معقدة التركيبة يعني معقدة طبعا فبس هو العمل من أحد أهدافه ليوصل للكل يعني نساء ورجالا طبعا مع أنه أنا بعرف مادام ناطرة يمكن عندها يعني هاك شوية خلاخ معك بهذه النقطة سمعتها بمقابلة سابقة عم تقول أنه هي بتعتبرها مسرحية نسائية أكتر أنت يمكن تحب أن تكون منخطحة أكتر عن زمهور كله يمكن أنا مش مسرحية نسائية هي رسالة نسائية أكتر أنا هيدا رأيي بعضوا رأيي بس أنا واحد من زملائي رجال إجا هو مرته هو يلي كان عنده تعليق أكتر من مرته وقال لي لأنه شفت مرته بكل شخص منكم يعني هي أصغر منها بالعمر بس قال لي شفتها شفتها وبتمنى أنه تاخد من هالعمل هي وتشوف لوين بدها تروح فيه سوه وتأثر نعم ندرا دوم المسيحة السودة تلعب فيها الإضاءة دور بارس ترقصوا سوا بأجساتكم دوم صوتي على كلمات وألحان مختارة من ألبومات يولا خليفة هل برأيك الرأس بيعطي معنى مختلف للأغاني أو بساعد المشاهد أنه يحبها الأغاني لو ما كان بيعرفها من قبل بحس تاني تاني عتي ملاح لأنه أنا بهيك نوع عمل وقت اللي بلشت الفكرة من الأشعار والصوت والميوزيك الجسد بكمل الفكرة برأيي أنا يعني هيدا مش مثل إنه أنا اللفت رأسه وجبت موسيقى تتلبق معه يعني طريقة شغلنا يعطي التاني تاني إنه بيعطيها بيساعدها إنه يحبها الغنية أكتر صح بطريقة هالتعبير سوريا عالمسرح بتظهر خلفية شرقية بالرأس عندك بتذكر بتعاونك سابقا مع فرقة كراكلا قديش الرأس الشرقي ممكن يعبر عن وجع أو حزن أو صرخة أكتر من الرأس الغربي وهلا عم بتحيول تخلي الرأس الشرقي يصير معاصر أكتر هلا أنت هادي تمتيل هالسؤال على البلاتو طبق من فضة طبق من فضة أنا عندي هيك إنه صار لسنين عم بشتغل على الحرك الشرقية ككونها حركة قريبة للجسد للفيزيولوجية تبع الجسد وكفور مراقص مش بس قريبة للجسد كمان كيف تقول التيرابيتيك يعني معالج بتعالج الجسد دونك سؤالك يعني أكيد إيه الحركة الشرقية معبرة عن أحوال الجسد بطريقة بريفليجية يعني مميزة الرأس المعاصر هو مثل بيرسم بالكل يعني بالمسيحة والجسد الشرقية قريبة للجسد حميمة وشو كسؤالك بعدين أكليين إذا عم بتحاجر بتحبيبه يعني أكيد كل اللي بيرقصوا الشرقية عندهم هالهم إنه كيف كون معاصر كيف كيف الفور ما ممكن تكون معاصر وبيعتقد إنه كل المحاولات سون فالابل يعني مش حالو زبطو إيه بيعطو دي سبيسيفيسيته يعني كل مثلا الهيب هوب هو شرق معاصر مثلا حتى الدبكي بتاعتي فيها عندها مجال لرأس المعاصر بعدين بعتقد إنه الفور ما بتكون معاصرة حسب شو وات إكس بريست إنيت شو بتعبير شو بتعبير يعني حالو يعني سوريا أنا بأبلي كيف لأنه أنا بشتغل أنا جسد بشتغل مع قردي أنا أنا جسد بشتغل على فكرتها سوريا كتير بتاخد كيف حسين يا بنات؟ يعني ها بتسألنا ياه دائما كيف حسين يا بنات؟ في عندي حام إنه كيف ممكن الإحساس يكون مبين بفورما تبرزهم يعني بطبيعة صحة نترجمهم مزبوط بس بأعتقد كل الرأس عندو هالهدف كمو كيف فيك تفرجي الانفيزيبل اللي مش مشتغل بس غير كوريغرافية ببلشو من بره لجوه هي من الجوهة لبرا الأحساس والأهم حلو أكيد ليش لا مع ميشيل هلأ وفكرت رحلو رح أحكي هلأ عن شخص ملتبس صاحب نتاج ملتبس هو جان كوكتو بذكرى رحيله يلي بتصادف بـ 11 شهر كوكتو المولود عام 1889 بعائلة برجوازية ما كان بعيد عن الأجواء الموسيقية الأدبية والثقافية من صغاره انتحار والده لما كان جان كوكتو بعمر التسع سنين كان الحدث يلي صبغ أيامه باللون الأسود ارتبط كوكتو بعلاقات مهنية وصدقات مع العديد من كتاب وفننية عصره مثل بيكاسو بروست جيد وغيرهم عرف العديد من كتب كوكتو انتقادات واسعة وسلبية منها الآلة الكاتبة والأهل الرهيبون بسبب ما ضمنته هالكتب من روح ثورية هدامة لكن هالمؤلفات رفقتها شهرة واسعة وصلتها لكل أنحاء العالم يوم صدور كتاب كوكتو الصوت الإنساني استقبلت الصحافة هالعمل بحفاوي وهو مونولوج مؤثر عبر الهاتف لمرة عم تحكي مع حبيبة يلي تخلى عنها بعد نجاحات كتيرة بالشعر والرواية والمسرح انتقل كوكتو لعالم الأفلام وقلف للسينما روائع ما تمكن الجمهور العريض من استيعاب كل الجنون الإبداعي الكامن فيها جان كوكتو قال بعشرة تشرين الأول 1963 وهو اليوم يلي توفت فيه صديقته العزيزة المغنية الفرنسية الأشهر إديت بياف أنه يومي الأخير على الأرض وبالفعل بعد ساعات تعرض لأزمة قلبية وفرع الحياة سوريا بغدادي بعرف أنك مقيمة بفرنسا وأنه انشغالتك العائلية خلينا نقول ما كتير بتسمحلك أنه يعني حاليا طبعا ما بتسمحلي كتير أنه يمكن تروحي على كل النشاطات المسرحية أو الفنية بتصير لما بتروحي يعني أي نوع مسرح أو يمكن شي بيشبه المسرح بتحضري لأنه في فرنسا فيه أشياء بتشبه المسرح حتى مثلا بحب كتير شوف شي ببين البويزي بين الشعر والحركة مثلا بحب كمان شوف أشياء مثلا بيخد ابن ابني عيسى عم جارب هلأ يعني تربيلو زوء الفني زوء الفني فا مثلا الإكسبو تابع كلمت تألي في فيا فيا رسم وموسيقى كام hatا où까지 تربيلات أو حركة يعني amo حركةwe then Ru ec binge 杯 لا تصل على الإفattار وكما من أنュ الانسانة؟ الأعمى الي mineي Bart haso الكتابي وقارقة نعم من العرب令 هيا السبب لي كسب مع очер ملي высок الدارة Deutsche تعليم كل هذه معي نعم فمرنسا 80 مرة بس تتلاقي انه توازن بين خلطة تكون متوازنة بالانجريديينتس مبعف اذا اذا موصلت الفكرة نادرة عساف انت درست الرأس بالولايات المتحدة معك دكتورة بهالمجال وصرلك من العام 1991 عم بتعلم الرأس بمدرستك السراب وبالجامعة هل الرأس بعد وليوم شغفك مثل ما كان بالاول او صار شي روتيني بعد كلها السنين لا ولا ممكن يصير شي روتيني لانه الايلي طبعيتي جسدي بيضل يتغير وبيفجأني مرات سلبا مرات ايجابيا بس دايما عندي مفجأات ثم بلاكس لا ومع الوقت التلميذ كمان بيفجأه دايما في شي جديد بالاعمال الرأسة يلي بتقدميه على المسرح يلي هي من تصميمك ما بتحبي الجمهور يكون عنده نفس الاحساس وبتقولي انه كل حدا عم يحضر اعمالك لازم ينفعل متل ما هو بيحس انما هل الرأس بيخلي الكل يتفاعل ايجابيا ومعقول يتفاعلوا الناس مثلا سلبيا معه؟ ايه اكيد مش كلهم عندهم زيت التفاعل ممكن يكونوا سلبي ايس افكورس دايما انا في عندي كتير ناس بيفلهم مسرحياتي عم بيبكوا عم بيبكوا يمكن بس الشي ما بيخليك تغيري شي يعني ما بيأثر على انت يعني كيف ما بيخليني غيه لا اه لانه بالنسبة للي كل جسد عنده رد فعل للاشي اللي بيحسه ايه يعني هيدا المطلوب اكيد اكيد وما فيك ما فيك التجربة حدا اني حزت الشي مثلك كمان انا بيهمني يحسوا ينفعلوا يتفاعلوا ايه that's it فشو الاحساس اذا مش مثل بعضهم مش ضروري يعني فيه ناس بيكره هو ناس بيحبوه بس اجمالا هو الفنان يعني بالمطلق عم بحكي مش بمجال الرأس بده انه الكل يحبوه يعني مش انا مش انت يعني هلا مش انا ولا الفنانين اللي ربيتن يعني عندي اجيال انا نعم اجيال اجساد نعم لما كنت تلميزة بالمدرسة كان الرأس حصة الزمية بوقتها تنعطى ثلاث مرات اسبوعيا هالشي تغير اكيد مع الحرب بس اليوم صلى الحرب ثلاثين سنة خلصت هل بتشوف انو الرأس لازم يرجع حصة الزمية واساسية بالمدارس برأيك؟ هلا انا اشتغلت مع وزارة التعبية انا عمل هالمنهج تيصير اجباري في مدارس بيطبقوها بس كلهم تقريبا بريفي ما الدولي ما دولي انا بشوف انو ايه؟ لانو ما فيه يكون عندك شخص صحيا كامل اذا جسده منو عم ياخد كمان دروس واهتمام يعني فيه الصوماتيك هلا براكتسيس بالدانس اليوم عن البودي والميند كنكشن التعلق بين الجسد والعقل اللي سوريا كتير تشتغب هالطريقة ما فيك تكمل الحياة اذا الجسد خطينيه عجنب يعني هو جسدنا مش مجرد هايدي بقولها ديما باجتماعات الجامعة جسدكن منو ايلي بس لا ينقلكون راسكن من اجتماع لاجتماع سوريا يعني انو الجسد هو شقفي من هالعقل ومنو بس موجود يعني لعقلكون يكون عندو طريقة منو سيارة يعني منو ميكانيكيا بيبي بيبي اكيدة ندرة هلق ميشيل محضرلك مجموعة اسئلة سريعة او قد ضمن مقابلة عنوانا رأس اوك ندرة نعرف انك بالرأس متأثرة بالفن ايلي مارثا جراهام وميرسي كونينجهام مصبوط انما حابب عارف اذا بتتابع اعمال راقصين ومصممين فرنسيين وامريكيين واذا بتحب اعمالهم يعني بدي بس منيك جواب اذا بتتابعيون وبتحبه ولا لا مش بدنا شرح عنهم اوك اوك رح ساميريك اسمي مثلا بانجامامي البيئي اللي اشتغل على الرأس بفيلم بلاك سوان بتتابع اعماله بتحبيه طريقته ما بتبع له اعماله اوك ماري كلود بياترا غالا اللي هي مصممة فرنسية الناس عرفوها من وراء دورك حكم ببرنامج دانثينغوذ ستارس في فرنسا لا مطبع على ولا باتريك دوبون كمان الناس بتعرفوا من وراء هذا البرنامج لا كمان تريشا براون اكيد اوك بتحب اوك 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 ستانلي دونن يلي اخرج اوك 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 بارف سنجيه بالنقل بك بس ما ماش تابعت له غير اعمال اوك اوك دابي الي اللي الناس عرفوه من وراء فام بتحب هال يعني نوعية اللي بتقدمها اوك تحب شي وبتابع لشي ما هو يعني انو ماني اي اوك 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 تريشا براون اكتر اوك اوك حضرة كمان عمل تاني غير صوتي. ياراتي تحكينا عنه شوية باختصار وأنت رح ينعرض وين؟ رح ينعرض بزوكاك بـ 8-19 نوفمبر زماني مغلطة تشرين التاني صح؟ تشرين التاني صح؟ هو عمل كمان شي شوية مختلف كل ما منعمل شي مع فرقة السراب ودكتور عمر سليم هو اللي مألف للميوزيك هو مصري بسوكين بلبنان بالجامعة الأمريكية اللي أنا فيها يعني اللبنية الأمريكية العمل اسمه في اليوم الثامن وعمل شوي جريء لأنه الـ هن اللي رح يختار وكيف رح يخلص هالعمل تفاعلي يعني فينا نقول؟ مش تفاعلي عملنا شي من هالنوع قبل بس هلأ عبر التليفون رح ينقوش ورح يصير تكنولوجيا يعني من هيك عمللك شي جديد لأنه بعد ما عملني هالمخاطرة وفيه 11 كاركتر العالم بيجوا بيتعرف عليهم للكاركترز وهن اللي بيقرروا مصيرهم للكاركترز هلو كتير؟ بكت تجوا تشوفوا ما فينا أحكي أكتر من هالك لأنه بيقوصون البيجين شوقتينة شوقتينة وهلأ لكن مع ماجي وفقريت أفلام يولا خليفة إذا في فيلم واحد عليك أنه تنصحي كل يلي عم يتبعونا بمشاهدته شو بتنقيه؟ فيلم واحد صعب واحد يقول فيلم واحد لأن في كتير أفلام حلوة بس مؤخرا أنا كمان بعترف بتقصيري عن مطابعة كل شي لأنه كمان في كتير الحياة شغلتني بأشي كتير بس مؤخرا حضرت فيلم لهادي زكاك اللي كان ضايفنا بأول حلقة صحيح حضرت الفيلم بسوفيل وتأثرت كتير بها الفيلم اللي بيحكي في عن سبته اللي كان توفيت عن عمر 104 صحيح الفيلم كتير شخصي بس بزيت الوقت بيلمس كل حدن يمكن لأنه شخصي وصادق بيلمس كل حدن وعم بيحكي عن يعني مواد هي الامرأة بحد زيتها كتير طريفة وعندها تاريخ حلو وبتحب الفن ويعني امرأة كمان منى انه بس ستو انه حدن كمان عنده تاريخه انه الهجرة لما اجت على هجرت من البرازيل ولما يعني بيرافق مرحلة كتير بتخص كل الناس بعتقد وبعدين عجبني كتير التفاصيل يعني لما بيفرجت ايديا لما بيفرجت تجعيد لما بيفرجت يعني كتير في ناس يمكن انتقدوا انه قف انه ما بدون يشوفوا بس كتير حلو انه هالجرأة بانه هادا نحن هادا الحقيقة انه ما فينا نهرب هادا هادا واقع وهادا الحب برأيه كتير كتير مهم حلو منحيي له هادي اما انا حبيت احكيكم يوم عن فيلم حروب صغيرة فيلم مليء بالحب والمغامرات المصيرة بيروي قصص من الحياة اليومية ببيروت بظل الحرب الفيلم يلي اخرجوا الراحل مارون بغدادي عام 1982 بتبدأ احداثه عام 1975 بايقاع غريب ولكن ببطء بيتضح تزدريجيا للمشاهد انه الفيلم ما بيركز على الحرب الاهلية انما على ثلاث شخصيات رئيسية وبيستخدم الحرب يلي بتولد احساس بالقلق وعدم اليقين كخلفية للاحداث سوريا بغدادي انت بطلت فيلم حروب صغيرة خبرين اكتر عن كواليسها الفيل يلي من بعده تزوجتي مارون بغدادي يعني انا فتت عادة الفيلم مش عافش وين رايحة يعني كاني بتاكي مخاطرة وادفينشر يعني ايه كنت عم برقص مع كراكلا واذ شرف مخريج يصورنا عم يكين عم يصور لفيلم نادية تويني همسات وعلى أثر هذا التصوير حب يعمل كاستنج لنساء ما بيمس له ووزوه جديدة ووزوه جديدة فبلشت هون قصة يعني لهلا بعدها مستمرة سبعة وثلاثين ثمينة وثلاثين سنة من بعد الكواليس كان فيه هدنة بس نحنا في حالة حرب يعني وهيدا فيلم ما كان عنده انتاج يعني انتاجه مارون هو تقريباً وكان يعني مثل فيلم ايكوني مثل بداية أفلام عن الحرب وهيك سيناما جديدة فينا نقول سيناما دوتار هو أصلاً الراحل مارون بغداد كان من اللي صنعوا السينما الابدالي نحن معروف بتقولي بمقابلة سابقة انه بقيام الحرب كنا نقدر نتحمل نشوف مدى سخيفة حياتنا أما اليوم ما عندنا هيك وإذا أولادنا بيشوفوا حروب صغيرة رح ينصدموا ليش؟ كان في تونيك إيرونيك ساخر كان في إيرونيك ساخر للحياة والموت والسياسة أشعر أن هذه السخرية السخرية اليوم ما عادت موجودة يعني صارت الأشياء أتقل بوقتها كنا بعد باقي هادي تجي من الإنسانس من نوع من البراءة تجاه الحياة هلأ ما عادت ما عادت عنا هالنظرة البريئة وحتى أولادنا معنا بقى هالنظرة البريئة نعم بتوصف مارون بغدادي بأنه كان إنسان مندفع صوب الحرية والساعة دايما للتغيير إنما مارون بغدادي كان يشوف إنه رجل وزوجته ما فيهم يكونوا اتنيناتهم بيشتغلوا بالسينما أو بالفن إذا بدهم يربوا أولاد ولهيك توقفت عن التمثيل والرأس هل أثرت إذن مسيرة مارون بغدادي على حريتك؟ ما وقفت الرأس التمثيل يعني كانت أكيد أنا بعد اختبار حرب صغيرة يعني كان بدي شغلة واحدة إنه عيدة عيدها كملة لأنه بصمتي عند الناس كمان الناس بيتذكروك منيح من هالفين بس بعدين أنا حسيت بوقتها إنه ما كنت حاضرة لهالشي بس مارون كان إنه يعني أنا بدي مشروع عائلي وإذا تنينتنا بدنا نكون بحالة القلق والنطرة التليفون يعني بدي يكون واحد مننا جاهز بغير محاولة وإنا هايدي الشغلة فهمتها قوام نعم فهمتها وقلت أوكي أنا ممكن أعمل هالتضحية من وقتها نعم باختيارك نعرف إنه الرأس سوي شغفك لما كان عمري 13 سنة وإنت رأست مع فرقة كراكلة لتسع سنين قبل حروب صغيرة ليش التمثيل بعض بيجزبك كمان هاي ميش يزبني وعلى يعني يعني ترجع من وقت ما أفليم ما صارت على ديفي دي صرت عممسة يعني عطلة هالشي وشو كنتوا قد ليش؟ ليش؟ لماذا؟ يعني الرأس عندك يا بالبادرامد عليك أكتر نعم هيدا إيه؟ أنا الرأس والمسرح إني مي بخمي زامور حب الأول هو المسرح نعم تمثيل والتمثيل هلأ أنت ممكن حتلاقي هالشي بيزار بس أنه تمثيل الأدوار اللي عم تعرض علي كأن عم ترفقني بمراحل حياتي يعني بدون ما أنا كون يعني أنا أنا ما بروح بعمل كاستي في أفليم عب تجي للي وبحس أنه جاي بوقتا وجاي تعطيني أجوبة لأسئلة شخصية و أسئلة وجودية وجودية ومهمة حالو أكيد أنا مرحب فيه نعم نحنا كمان فقرة مخرجون مع ميشيل اللي رح يخبرنا عن أورسون ويلز نعم من الأعمال الأبرز بتاريخ الفن السابع بعد سيتزن كين أمضى ويلز طيلة فترة عمله بهوليوود عم بيطالب بالمزيد من الحرية بعمله بينما أدخلت شركات الإنتاج عدة مرات تعديلات على أفلامه قبل عرضة على الرغم من هالشي أحدث ويلز ثورة بعالم السينما أولا بابتعاده عن السرد التقليدي والأهم من هالشي باعتماده أسلوب تقني بصري تحدى من خلاله القواعد يلي أرستها هوليوود تأثر ويلز خصوصا بالمدرسة التعبيرية الإلمانية واعتمد على اللقطات الطويلة للمحافظة على درامية اللحظة كما اعتاد التصوير من زوايا غير اعتيادية لإيصال معنى الفيلم وتمكن ويلز أيضا من استعمال الصوت بأسلوب بيخدم معنى الفيلم وبيضيف عليه جمالية توفى أورسن ويلز بعشرة تشرين الأول 1985 وبرصيده 13 فيلم طويل يعد معظمة من كلاسيكيات السينما وقال عنه المخرج الفرنسي جونلوك جودار إن كل سينمائي يدين له بكل شيء نادرا عساف أي أفلام سينما بتشدك؟ هل عبالك أنه تقدمي أو تشتركي بفيلم رأس مثل فيلم تينا مثلا يلي عملوا فيلم فاندرز لا لا، أنا أحب شغل فيلم فاندرز مجميلا أنا أحب أعمل هكذا، أحبه أحب أعمل هكذا، أعمل أو المسرح بتخضليه على السينما يعني؟ لا لا، أنا أحب السينما أنا عملت شيء مع رامي بفيلمه عملت شقفي منه تقريبا بالفيلم أعتقد قال لي المخرج بيلعب تقريبا شيء ثلاثة دقائق وقال لي المخرج، هل أنا عم بريد هو شؤال إنه اللي عم بيحضر الفيلم عم بيقولوله هوت ثلاثة دقائق كتير مؤسسين حلو، فإذا عم بقدر وصل، بس مش وحدي أنا معي بني يعني خليفة بيعرفك من سنة 1977 بحفلات فرقة الميادين مع العلم إنك وقفت نشاطك الفني لعشرين سنة قبل ما ترجع بسنة الألفين للفرقة وبالألفين وثلاثة عشر انتهى مشوارك مع الميادين بالمقابل كنت عم تبني من بعد الألفين مسيرة فنية مستقلة وخاصة فيك وصدر ألبومك الأول آه بالألفين وحداش هل الفن بيخليك تكون سعيدة؟ أو ببساطة يمكن بيخليك تتنفس أكيد أنا سعيدة بس مش لأنه يعني ما بيطلع عن سعادة الفن بيطلع عن وجع عن معاناة عن اختبار أشياء يعني هو حاجة كمان مش بس أنه تكوني سعيدة بس أنا بفرح ساعة بيخلق شي ساعة بيطلع عمل أو يعني يمكن أول ما بلشت أعمل أشياء كتعم بعمل لهم لإليه ما كتعرفي أنه بعدين رح أطلع راديو وتليفزيون ومسرح كتعم بعمل لهم أنا لأنه بحس أنه هيدا المساحة بيني وبين حالي يعني كمانك علاج بخلق فيها فيها جزء من علاج وهيدا علاج للروح وللنفس وللجسد ولكل شي ونحنا هو كله يعني مثل أنا بيب متصلة ببعضا فكل شي بيصير عند حدن بينعكس على حدن تاني وبحس أنا أنه هالطاقة المتنقلة هيك بيناتنا كلنا هي اللي بتعطي هالفرح وهالسعادة وأنا مشواري مع الميادين صحيح بلش من زمان هلأ رجعتيني لفرح را كتير بعيدة بس ما وقف صحيحة يمكن بطلت أطلع هلأ حاليا على المسرح بس بعدني بهال يعني التأثر والتفاعل موجود أنا يمكن عم بيعكس شي كمان على الميادين وهني عم يعكسوا علي وصار في ميادين جديدة صار في ولادي صار في هلأ أحسادي بعد شوي شكرا كتير حلو قلت بمقابلة سابقة من سبت سنين أنه مارسال خليفة ما كان ممكن بالسابق يعترف فيك فنيا لأنك زوجته هيدا تصريح خطير ما بعرف شكرا بقصتي يعني أنا عارف شقة ست من ست سنين أنا كل يوم بتغير شوي يعني بس للأسف هو الإنترنت بيخلينا دايما يعني نحن عم ننبس عن أشخاص إنه منلاقي هيك عنوين فهلأ مرات كمان بالمقابلات بياخدوا عنوان وبحطوا عنوان وبتصير هو هلأ أنا بسعدي هي هي يمكن كان أصدق بسعدي أنه هو ما كان في قول بوقتة يمكن هي مرته لأنه بيفكروا أنه هو هي وصلت لهم منه لأنه سو تركتها هي عملت شي هلأ صار في قول ياس this is my wife وأنا بفتخر فيها شكرا ناجره مظهور الجرني طبعا هي خلقتها هو فان أكبر فان نيس يس أكيد يعني هو بالأول تفاجأ يعني ما كانت كتير سهلة إنه أنا فتت عهل المحل بالذات يلي هو محل يعني إنه مرسل خليفة يعني من العالم العربي والعالم يمكن حاطينه بمحل وهو بيستاهل يعني مش لأنه هني حاطينه فإنه أنا أوكي كان عندي تجارب مع فرقة الميادين وكان عندي شغف بالموسيقى من أنا وصغيرة وكان حب كتير هلأ يعني بعده الهلأ الكتير بتحركني الأصوات البشرية النغمة كتير بتأثر فيي بس ما كان يمكن بيتوقع أنه أنا أعمل هالخطوة يلي كانت كتير جريئة أني عملتها كتير جريئة لأنه أنا يعني معادي تبطلت أنه خيار صارت خلص فرضت حالة لأنه وصلت لمحل استويت الخبرية وخلص والظاهر أنه كان لازم أعمل لأنه عملت أربع ألبومات من وقتها وهلأ عم نعمل عرض صوتي على الموسيقى والأغاني تبعولي وصار عندي شوية حوالي ناس بحبه شو بعمل شكرا يولا بتقولي أنا مع الحرية الموسيقية ولا أحب القيود الفنية فالفن مفتوح على كل الاحتمالات حتى الموسيقى التجارية هل انفتاح عن الموسيقى التجارية شو سره رغم أنه أنت ومارسال ولاتكم بشار ورامي ما بتقدموا موسيقى تجارية لا أصدق أنه لما بقول انفتاحا يعني أكيد أنا ما بمثني أبدا هالنوع من الموسيقى بس أنه بالنهاية في حرية يعني كل حدا بياخد طريقه والناس والدني بتسايع كتير ألوان وأشكال فما فينا نحصر الفن بس بمحل معين يعني يمكن في تجارب كل يوم كل تك بيخلق شي فهذه حرية شخصية ومنحة أنه يكون في تنوع وتعدد طبعا نعم رح نرجع لميشيل وفقرة أسئلة سريعة ليولا خليفة بعنوان أغاني مارسال يولا خليفة رح سميلك مجموعة من أغنيات مارسال خليفة وبدأ تختاري لو سمحت بين كل غنيتين الغنية البتفضلية بعرف كتير صعبة إنما مش مستحلة أحنو إلى خبز أمي أو ريتا عم نبلش بالعيار التقيل أمي يطير الحمام أو أنا يوسف يا أبي واو نيناتهم بحبهم كتير بس إذا بدينا أنا يوسف يا أبي أحمد العربي أو شدو الهمة أحمد العربي إني اخترتك يا وطني أو تصبحون على وطن تصبحون على وطن جواز السفر أو منتصب القامة جواز السفر هادي حبيتوا من وراها عفكرة هادي كانت جواز السفر لعلي قوم اطلعي على البال أو نحنو نحبو الحياة واو عم بردوها للمستمعين اللي عم بيسمعونا على الراديو عم بردوها نحنو نحبو الحياة كتير حلوة النص رائع واللحن هكتير حلوة أكيد لحن دايما كتير حلوة آخر سؤال كان في مرة طفل صغير أو بالأخضر يكفنها كان في مرة طفل صغير ما بحب الكفن ولا بشي كفنها طيب وهلأ منرجع لمادي وفقرة كتب رح أخبركم اليوم عن كتاب عقل سيء السمعة للكاتبة السعودية زينب حفني بتطرح الكاتبة موضوع المعاناة مع المرض النفسي بتورت جميلة مرض زهان الهوس والاكتئاب أو بتورت عن إمه وبتورته لبنته جميلة كان إلا حظ مثل ولدتها كون وجدت زوج بيحتوي مرضه وبساعده على اجتياز تقلبات المرض الصعبة على عكسه ما قدرت بنته تلاقي هالزوج وقضت حياته حتى انتحاره هي وعم تبحث عنه سوريا بغدادي باختصار شو الكتاب اللي بتنصحي كل يلي عم بتابعونا يقروه ما في كتاب واحد مثلا أنا وقت اللي بقرأ كاتب أو كاتبي بقري لأربع خمس ست سبع كتب لنفس الكاتبي أنا أخذ خصص عن الظريق وهو وخاة بمقب هو كتاب الأطرق وهو وخمس سيدي بإستانبول أو أشخ إستانبول وهو كتاب بان إستانبول من كل الجهات نعم أشودي سامي لك منوء اي روش منوء اي نوار نيج كل جولي تي ترات الموسى للإنسانس كالسلسة كتب بمكي هنه مثل بيجو إذا بدنا منصح للمستمعين أنه يقروا كتاب واحد منه يعني هكتاب يتعرفوا على الأكتر شي بمثل شو بحب يقول هو بالأدب بالأدب في عنده كمان أساقا عن عائلة عائلة عريقة بإستنبول لفيس صعبة ترجمة أبناء سيفت باي بس كتاب واحد من نوع يروج بس أحمق هلأ صار الوقت نوضع كل يلي عم بي تابعوا حلقة إنما على فيسبوك بعد البورسة رح نرجع مع إنما إكسترا عبر موجات صوت لبنان والويب سايت والأبليكيشن